شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية والرقابية ذلك لضبط أسعار السلع في الأسواق ومواصلة تفعيل الدور الرقابية للوزرات والجهات المختصة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي للاجتماع الأسبوعي للحكومة حيث أكد ضرورة العمل على التصدي ووقف أي شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة وأوضح مدبولي أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة منوها في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج التروحات